لقي خمسة سجناء على الأقل حتفهم واصيب خمسة آخرون بجروح في اشتباك جديد بين عصابة في سجن بالإكوادور حسب ما ذكرت إدارة سجون في هذا البلد الذي يعاني أفة للتجارب المخدرات وقالت إدارة السجن في بيان يؤسفنا نعلن بأنه قد لقي خمسة أشخاص محرومون من حريتهم حتفهم واصيب أحد عشر آخرون في عقاب عمل العنف في سجن كواياسوانا ونقلت جرحا إلى المستشفى حسب ما أوضحت إدارة السجن معكدة أنهم في ممن من الخضر وتقع الإكوادور بين كولومبيا والبيرو أكبر منتجين للكوكاين في العالم وقد ضبطت سلطاتها 445 طنا من المخدرات منذ أن وصل غير مولاسو إلى الرئاسة في أيار 2021 ترجمة نانسي قنقر